حرة الليلة أهلا بكم أنا محمود عبد الكريم البداية من التطورات الأمنية في إدلب حيث ارتفاع لمستوى التوتر بين الجيش السوري والقوات التركية وفي الجديد ما كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن شن قوات المعارضة لهجوم عنيف على قوات النظام وذلك بدعم تركي وعلى مستوى التصريحات هدد الرئيس التركي رجب طيب أردغان بمزيد من التصعيد إذا لم تتدخل موسكو للجم دمشق نذر المواجهة العسكرية بين تركيا والنظام السوري وصلت إلى أقصى درجاتها مع التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردغان بأن صبر بلاده قد نفذ إزاء استهداف النظام السوري للقوات التركية في إدلب ومقتل عدد من الجنود الأتراك بهذا الاستهداف أردغان أكد أمام كتلة حزبه الحاكم بالبرلمان عزم أنقرة على إبعاد قوات النظام السوري خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية فبراير الحالي مشددا على أن بلاده ستفعل من أجل ذلك كل ما يلزم بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية وأضاف أردغان أن جيش التركي سيضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاقية سوتيشي في حال تكرار اعتداءاته على القوات التركية أردغان أردف قائلا إن أحدا لن يكون في مأمن بمكان أهدر فيه دم الجنود الأتراك وأن الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب لن تتحرك بحرية كما كانت في السابق تصريحات أردغان قابلتها موسكو حليفة دمشق بالنفي للتهم التركية وبالتأكيد على أن الغارات الروسية لا تستهدف سوى الإرهابيين والذين يقاتلون ما وصفتها وزارة الخارجية الروسية بالسلطة الشرعية في دمشق وصفة مواصلة هجمات الإرهابيين في إدلب الذين تعهدت أنقرة بتحييدهم بالأمر غير المقبول والمخالف للتفاهمات سوتيشي حرب الكلمات هذه جاءت بالرغم من الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بوتين وأردغان الذين بحثا خلاله الوضع في إدلب واتفاقهما على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية خفض التصعيد وسط أنباء عن توجه وفد تركي بعد أيام إلى موسكو لبحث ملف التسوية في سوريا بدورها قلل دمشق من التهديدات التركية معتبرة أنها جوفاء ولا تصدر إلا من شخص منفصل عن الواقع وغير فاهم لمجريات الأوضاع والأمور ولا تنمو إلا عن جهل في إشارة إلى رئيس التركي رجب طيب أردغان وكعادتهم يدفع المدنيون السوريون ثمن صراعات أطراف خارجية على أرضهم وسط أنباء عن تجاوز عدد النازحين منهم في إدلب حاجز المليون شخص خلال شهرين وهو رقم قياسي لم تسجله الأزمة السورية منذ بدء أحداثها عام 2011 الأمر الذي وصفته منظمات أممية وإنسانية بأنه قد يرتقي إلى مستوى الكارثة إلى عمان نارول أمين المتحدثة الإعلامية للمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن لندن فواز ديرديس أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن أهلا بكم أبدأ معك سيد فواز عن الذي يجري في إدلب وعن التوتر الشديد ما بين قوات الأسد والقوات التركية الموجودة في المنطقة اليوم شنت المعارضة المسلحة المدعومة تركيا هجوما وصفا بأنه الأشرس منذ مدة على قوات الأسد الموجودة في المنطقة تفضل طبعا الآن منطقة إدلب هي منطقة صراع ليس فقط بين القوات السورية وقوات المعارضة هو أيضا صراع بين روسيا وتركيا من جهات أخرى النقطة التي أريد التجديد عليها الحملة السورية هي حملة بضوء أخضر روسي تقدم القوات السورية هو تقدم من قبل بحماية ودعم لوجستي والقوات الجوية الروسية ومن هنا الوضع خطير للغاية لأنه ينزر ليس فقط بصدام بين تركيا وسوريا ولكن أيضا صدام بين تركيا وروسيا أيضا وهذا يدل على ماذا؟ يدل على هشاشة العلاقات بين تركيا وروسيا يعني أزمة إدلب بالفعل تقول لنا بأن العلاقات بين تركيا وروسيا هي علاقات تبادلية ليس هناك من علاقات استراتيجية انتهى شهر العسل بين أردغان والرئيس السوري وهذا ما أظهرته أزمة إدلب يعني ولكن سيد فواز بتأكيد تابعت تصريحات سابقة لأردغان أو بوتين يتحدثان عن العلاقة الاستراتيجية الوثيقة ما بين الدولتين هناك صفقة صواريخ الاس 400 هناك أنبوب الغاز يعني هذا الارتباط العضوي الاقتصادي أو سمه ارتباط المصالح ألا يمكن أن يساعد في تجاوز هذه الأزمة؟ طبعا أنا تحدثت عن علاقات تبادلية علاقات اقتصادية يعني ضخمة للغاية هناك حوالي 30 مليار التبادل التجاري السنوي بين تركيا وروسيا خط الغاز الروسي إلى تركيا يخدم تركيا بحوالي 50% من احتياجاتها حوالي 5 ملايين روسي يعني سائح في تركيا ومن هنا أنا أعتقد كل منهما يريد الحفاظ على هذه العلاقات التبادلية التجارية الاقتصادية النفعية ولكن هناك تناقضات خطيرة جدا بين الطرفين تناقضات بالنسبة لمستقبل سوريا ليس فقط بالنسبة لمستقبل إدلب وأيضا تناقضات خارج المسرح السوري لنتذكر جيدا قضية ليبيا عندما زار الرئيس التركي أوكرانيا منذ عدة أيام قالها بالحرف الواحد المجد لأوكرانيا وأنه لا ولن يعترض بجزيرة ضم جزيرة القرم لروسيا وهذا بالفعل تصريح خطير جدا أنا أتصور رد الفعل للرئيس الروسي في الكراملين وهذا يدل بالفعل تناقضات خطيرة بين الطرفين ولكن قراءة أن كل منهما يريد الحفاظ على مستوى علاقات تجارية ونفعية وأقتصادية دعني أشرك في الحوار المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون لاجئين السيدة رولا من عمان ما هو الوضع الإنساني رولا بعد الترحيب بك؟ الوضع الإنساني سيء جدا وهو في تدهور يعني حين نتحدث عن حوالي 700 ألف نازح اضطروا إلى ترك بيوتهم والمآوي التي كانوا يحتمون بها خلال من بداية شهر ديسمبر حتى الآن فهذه أرقام جدا مأساوية استمرار الوضع العسكري واستمرار هذه الأزمة يعني أن هناك المزيد المعرضين للنزوح أيضا ونحاول الوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة ولكن حجم هذا النزوح يفوق أي قدرة ميدانية لكل المنظمات الإغاثة الإنسانية وأي خطط كانت موجودة لمواجهة هكذا وضع يعني الصور تتحدث لوحدها نحن نقول أن المدنيين يجب أن يكون هناك جهد واضح حتى يتم تفاديهم وحتى لا يدفع ثمن هذا التدهور هناك حاجة إلى المزيد من العمل حتى يتم تجنيبهم من متتبعات هذا الاقتتال هل هناك تواصل بشكل أو بآخر مع طرفي الصراع الموجودين في المنطقة؟ أو مع أطراف الصراع لأنه أكثر من طرفهم في الحقيقة؟ يعني بتعرف إحنا المفوضية اللاجئين هي منظمة إغاثية إنسانية لا تتعاطى بالشأن السياسي بالضبط مواضيع الحل السلمي والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حل سياسي ليس من لا لا ربما لم تفهم قصدي أنا تواصل من أجل تحييد المدنيين يعني نحن طبعا هناك دائما الدعوة واضحة وقوية يجب أن يتم الالتزام بالقوانين الدولية لحماية المدنيين حتى في أثناء المعارك وهذا واجب وهذا طلب نحن دائما ندعو له مع جميع الأطراف الموجودة وندعو أيضا إلى إمكانية الوصول إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل جدا ماس للوصول إليهم بجميع أنواع المساعدة طبعا ما يحتاجونه كثير ولكن أهم ما يحتاجونه هو الأمن والأمان يجب أن يكونوا على قدرة بأن يحموا أنفسهم ويحموا عائلاتهم يجب أن نكون لدينا القدرة لتزويدهم بالمأوى هناك مأساة في موضوع إيجاد الأماكن التي يحتمون منها معظمهم تركوا بيوتهم أو تركوا المآوي التي كانت تحميهم موجودين أكثر حوالي 60 إلى 75% منهم موجودين ما نسميه المجتمعات المضيفة في الأماكن التي نزحوا إليها ولكن حتى هذه المجتمعات المضيفة والقرى والمدن هي أيضا لديها عدد كبير من النازحين داخليا من حتى قبل اجتداد هذه المعارك حتى البعض موجود في المدارس في المساجد في الأماكن العامة البعض يحتمي بالشجر هناك موجة برد شديدة هناك سقيع هناك فصل شتاء جدا قاسي يزيد من الصعودات التي يواجهونها سأعود إليك بعد قليل لنتكلم أكثر في الأرقام والذي نخشاه أن التقارير تتحدث إذا استمرت هذه المعركة قد يكون الأسوأ قادم بالنسبة للنازحين واللاجئين وقد تكون الكارثة الإنسانية الأسوأ على مدار الحرب السورية وهذه النقطة لك سيد جيرجيس أن تركيا أيضا في بالها الأزمة الإنسانية مسألة اللاجئين تخشى من ازدياد عدد اللاجئين الموجودين أصلا هم في تركيا وتقول أن الفاتورة باهبة جدا في مسألة اللاجئين بالفعل الهدف الإستراتيجي لتركيا هو منع موجة جديدة من اللاجئين النازحين السوريين أن تصل إلى تركيا تركيا تقول أن لديها مباني 3 ملايين وأربع ملايين نازح سوري هذه الموجة الجديدة إذا حصلت بالفعل يمكن أن تهدد الأمن القومي التركي وأيضا يمكن أن تهدد النسيج الاجتماعي في الداخل التركي ومن هنا الحقيقة ما نشهده في الأيام الماضية أنت عندك حوالي 7000 جند تركي مئات المدرعات والعربات العسكرية ما تحاول تركيا القيام به الحقيقة إيجاد حائط معين لمنع الحقيقة سقوط إدلب لأن هناك حوالي مليونين من السوريين المدنيين الذين يسكنون في إدلب مدينة إدلب وإيجاد ملاجئ لهذه الموجة الجديدة من النازحين السوريين ومن هنا دعوة تركية إلى يعني هنا السؤال أنه هل إدلب أكبر من تركيا مسألة حل جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام لأن الطرف الآخر يتحدث عن أن الأتراك وعدوا بتحييد هذه الجهات الإرهابية أولا ثم فتح الطرقات الامفور والامفايف وكذلك تحييد السلاح الثقيل أيضا نزع السلاح الثقيل من هذه الجماعات هل لا تريد تركيا أن تفعل ذلك أم أنها عاجزة؟ يعني يبدو بالفعل أن تركيا إما لم تستطع أو لا تملك الإدارة على تحييد أو نزع سلاح هيئة فتح الشام التي تشكل كانت جبهة النصرة التي هي جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة الاتفاق الذي تم إبرامه في عام 2017 كان ينص صراحة على تحييد على التمييز بين الفئات المعارضة الوطنية وهيئة فتح الشام تركيا لم تقم بذلك وهذا هو الموقف الروسي حتى اليوم قال الكراملين أن تركيا فشلت في تحييد أو في نزع سلاح الإرهابيين ما تسميه هيئة فتح الشام أنا قراءتي النقلية تقول بأن تركيا نعم هيئة تحرير الشام تركيا لا تريد الدخول في صراع دموي مع هيئة تحرير الشام ولكن هي التي بادرت وتحملت هذه المسؤولية من البداية وأنت تذكر أن النظام والروس كانوا على أبواب إدلب في حملة عسكرية كان من المفترض أن تكون كبيرة وتدخلت تركيا وتحملت هذه المسؤولية الآن هي تقول أن المسؤولية ليست مسؤولية تركية فقط كذلك الدول الأوروبية اليوم أردوغان يتحدث عن أنه سيتكلم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع التركي يتحدث عن دور للناتو ودور الولايات المتحدة في أزمة إدلب باختصار بالفعل أنت تحدث عن حوالي 15 ألف مقاتل من أي تحرير الشام 15 ألف مقاتل ما حصل في السنتين الماضيتين أن هيئة تحرير الشام استطاع ضرب كل الفصائل المعارضة في منطقة إدلب استولت على كل المنطقة ومن هنا تركيا لا تريد أن تستسمر دمها وقدراتها في الدخول في صراع مع هيئة تحرير الشام والآن بالفعل تركيا تدفع فاتورة عدم الدخول في مواجهة مع هيئة تحرير الشام وهذا ما تصر عليه روسيا أي اتفاق جديد بين تركيا وروسيا سوف يؤدي حتما إلى صراع عسكري بين تركيا والمعارضة السورية من جهة وآية تحرير الشام والجولة القادمة أسوأ بكثير لأن بالفعل إدلب سوف تكون معركة ذموية بكل معنى الكلمة الولايات المتحدة مع أي طرف وفي الحسبان التغريدة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اللي عز فيها سقوط جنود أتراك باختصار أيضا الولايات المتحدة قالتها وبصوت عالي أنها تؤيد تركيا الولايات المتحدة لفظيا وكلاميا مع تركيا أنا قراءة النقدية تقول بأن الرئيس التركي لا يعول على الولايات المتحدة للدخول في صراع عسكري ضد روسيا وروسيا ماذا قال بالأمس مساعد الأمن القومي للرئيس الأمريكي قال بالحرف الواحد وأنا أترجم الولايات المتحدة ليس لديها عصى صحرية الولايات المتحدة لن تدخل في صراع في إدلب وهذا يعني بالفعل أن الرئيس التركي تركيا يلي وحدها في شرق الفرات اليوم ما بين قوات مولية لنظام الأسد ومدرعات أمريكية تدخلت مقاتلات أمريكية سقط في الاشتباك المحدود 13 سوري الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا في إدلب مساعد الأمن القومي الأمريكي أوبراين قالها بالحرف الواحد لن ندخل في صراع عسكري في إدلب نحن نساعد تركيا نحن ندعم تركيا ولكن الولايات المتحدة ليست في وارد دعني أعطي الكلمة الأخيرة للسيدة رولا عن الوضع الإنساني ما الذي نخشاه الأسوأ الأرقام الموجودة ما الذي تحتاجون إليه لدعم هذه العملية الإنسانية تفضلي سيدة رولا يبدو أن نفقدنا الاتصال برولا أمين المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة شكرا على كل حال سيد جيريس لك الكلمة الأخيرة إذن مقبلون على ماذا؟ هل الأسوأ قادم؟ الأسوأ قادم معاناة اللاجئين السورية كارثية بكل معنى الكلمة أكبر موجة نزوح في تاريخ الصراع السياسي أو العسكري في سوريا منذ تسع سنوات الشهر القادم سوف تكون حقيقة عشر سنوات على الصراع السوري ويمكن أن نشهد موجة ليس فقط مليون نازح مليونين وثالثة ملايين نازح إذا سمر هذا الصراع في إدلب شكرك جزيلا فواز جيريس أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن للحديث بقية